بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل مع بعض جوانب نمو التكويم المتعلم طبعا استعرضنا جانب التحصيل والجانب الوجداني والجانب العقلي بنستكمل مع بعض الجانب اللي بعد كده اللي هو الجانب النمو الاجتماعي اشوف نمو الاجتماعي اكتسابه المهارات الاجتماعية الكدر على انه يعمل في صورة مجموعات تعاونه مع الاخرين لابد ان ناكس الجانب الاجتماعي لدى الطالب ايضا اكيس نمو الميول عنده الميول التلميذ مساعدتهم على انه يكتشف ميوله ويعرف ميوله والميل معناها شعور يصاحب انتباه الشخص اهتمامه بموضوع معين ميله نحو مظهر معين احتياجه لشيء معين ده المكسوب بالميل لابد ان يكون هناك نوع من التكويم للميول ايضا الاتجاهات تكويم الاتجاهات الاتجاه الطالب وده بيمثل مفهوم نسبي يعبر عن درجة استجابة الفرض الموضوع معين اما بالاجابة او السلب اتجاه ايجابي او سلب نحو موضوع معين ودمن العناصر مهمة جدا في عملية القياس ايضا لابد ان يكون هناك تكويم للميول قدرة على التفكير الابداعي او الابتكاري لابد ان الطلاب المبتكرين او المبتعين يكونوا مهمين جدا للمجتمع لابد ان المجتمع يحرص عليهم ولذلك هناك حرص على تنمية التفكير الابتكاري من خلال الاصالة المرونة الطلاقة طبعا في مكاييس كثيرة جدا للابتكار من ضمنها مكياس تورانس الابتكار احد مكاييس كياس التفكير الابتكاري ايضا القدرة على التفكير الناقد لابد ان يكون هناك تكويم احكم على التفكير الناقد لذا الطالب التفكير الناقد مهم جدا لانه بيكسب الطالب عملية بتعتمد على الاستدلال والاحكام التأملية واعطاء تبريرات لماذا؟ موافق على هذا الامر ليه معترض على هذا الامر وبالتالي بينما عنده التفكير الناقض اللي يستطيع من خلاله أن يأخذ قرارات معين أيضا تكويم التفكير الناقض يتضمن ضمن الشخصية يعتبر من الخصائص الشخصية المتعلم اللي هو القدرة على طرح الأسئلة تحديد المشكلة تحديد الافتراضات التحيز الاهتمام كل هذه الأشياء مهمة أيضا من ضمن الأناصر اللي يجب تكويمها اللي هو البيئة الاجتماعية والاقتصادية لابد أن أحرص الطالب يفهم يعني بيئة اجتماعية يعني بيئة اقتصادية لابد أن نجمع معلومات وبيانات عن بيئة المتعلم بيئة أسرته الأسرة اللي بيعيش فيها علاقته بالوالدين علاقته بالأفراد من حوله بكده يبنتهينا من الجزء المهم الخاص بجوانب تكويم المتعلم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته